موسيقى باقي من الزمن يوم واحد مصريين كلهم الحقيقة عيونهم على بكرة زي دلوقتي كده نكون بنستعد بقى لبداية اللقاء الحاسم تسعين دقيقة أخيرة تسعين دقيقة أفاصيلة بتشيل أحلام المصريين كلهم مش بس منتخدنا اللي هيلع بكرة في السنغال لتأهل لكاس العالم سهل خير وأهلا وسهلا بحضراتكم وهبتدي بقاعدة بسيطة جده شايفها يعني تهيقلي مناسبة جدا لظروف موارات بكرة قاعدة بتقول سمارتر نوت هاردر الزكاء في مقابل القوة في أوقات كتير جدا في رياضات زي مثلا الملاكمة أو المصارعة لما بيكون عندك قسم يعني جامد شديد قوي البنيان ضخم الجسة زي ما بيقولوا ما بتبقاش محتاج أبدا نتعامل معه بالقوة وأنا شايف أنه منتخب السنغال بكرة على أرضه مش هخدعك مش هضحك عليك منتخب السنغال بكرة على أرضه ووسط جمهوره أخوى بكتير من المنتخب الوطني لكن إزاي تتعامل مع القوة الغاشمة اللي هيلعب بيها منتخب السنغال بكرة ده هو كلامنا النهاردة إزاي تتعامل وتستغل الاندفاع والقوة والرغبة والدوافع الكبيرة جدا اللي عند منتخب السنغال فإنها تسجل عشان توصل لحالة التعادل وبعدين تفكر تزود حصتها من الأهداف عشان تاخد تسكرة التأهل إزاي أنت كمنتخب مصر وإزاي أنت كجهاز فني وكلعابين تستغل لحالة الاندفاع دي عشان توصل للقضية عشان توصل للنوكاوت توصل لضربة تضعف أو تقضي أو تسهل مهمتك وتقضي وتبعد على الحالة المعنوية والاندفاع الهجومي المتوقع أن منتخب السنغال يبدأ بيه بكرة في مباراة العودة وتحول النتيجة لصالحك ده السيناريو الأمثل إيه الخطة؟ إيه التشكيل؟ مين الأقدر على التعامل مع منتخب السنغال بكرة؟ ده سؤال والسؤال الثاني هل تبني خطتك على الطريقة اللي هيلعب بيها منتخب السنغال بكرة والمتوقع وده هننقشه مع حضراتكم هنترحه على حضراتكم النهاردة لأنه في وجهة نظر بتقول أن السنغال مش هيلعب بنفس الطريقة ولا بنفس التشكيل اللي لعب بيها معنا في القاهرة هيكون تشكيل وطريقة تبلغ عليها أو تظهر فيها الطبع الهجومي بشكل أكبر بكتير جدا من الطريقة اللي لعب بيها النهاردة من التشكيل الأمس المازال سؤال محايا يرى المصريين وإن كانت كل الأمور بتقول أنه الراجل هيعتمد على علي جبر وياسر إبراهيم في المقام الأول والحقيقة احنا بنواجه مشكلة مع الكرات العالية أو الألعاب الهوى بشكل كبير جدا في مبارات السنغال نتمنى نتمنى أن احنا ننجح في التعامل معها واحدة من أهم مصادر خطورة المنتخب السنغالي شريف سلم هيكلمنا النهاردة ضيفنا طبعا في السادسة هيكلمنا بشكل كبير جدا عن قرية المنتخب السنغال عن أرقام المنتخب السنغال في مواجهة القاهرة هنا وإيه الطريقة والأسلوب الأمس اللي نلعب به ونستغل به نقاط ضعف المنتخب السنغالي ونقفل على نقاط القوة فيه كل ده هيكون موجود معنا في حلقة النهاردة خليني أبدأ معكم